وجد علماء الروبوتات في معهد مساشوست للتقنية في رشاقة الفهد الصياد ومرونة بنيته فكرة لتصميم روبوت أكثر تطوراً وأسرع حركة واستقلالية من الروبوتات المتوفرة حالياً وتمكنوا بالفعل من تصميم فهد آلي فريد من نوعه استغرق العمل في تصنيع الفهد الصياد الآلي خمس سنوات من التصميم والاختبار لتلاف الأخطاء بما في ذلك استبدال القطع المكسورة وتعديلها وقد استخدم الباحثون تقنية الطابعات الثلاثية الأبعاد لصناعة الأرجل ودعموها بألياف الكربون ويقول الباحثون إنهم ابتكروا تقنية محرك خاصة له تعمل بطاقة أقل من الطاقة المستخدمة في أفران المايكروويف ويقول الباحثون إنهم استخدموا تقنية ألعاب الفيديو للتحكم فيه يستطيع الجري بسرعة 16 كم في الساعة وتخطي حواجز على ارتفاع 40 سنتيمتراً وهو مزود ببطارية تمكنه من العمل مدة 15 دقيقة ترجمة نانسي قنقر